طيب ازايكم عامليني بصوا انا مش عاوز ابدأ الكلام مع حضراتكم بمنطق اللي هو ايه يذهب ناحية مسألة الصوابية الفكرية والصوابية في الفعل ومسألة الحل المثالي وما الى ذلك بس ما حدث حتى ولو كان بشكل فردي في مزرعة ولا اتنين او تلاتة يعني في مسألة مزارع الدواجن فده ياخد الكاتاكيت واطلقها في الغطان ويقول لها خلاص انا مش عايزهم وواحد تاني يعدمهم حقيقة مش من باب الصوابية بس اذا كنت انت مش عايزهم فيه غيرك عايزهم يعني بمنطقها البساطة يعني انا ما فهمتش حقيقة رد الفعل اللي فيه منطقها القصوة يعني مش بس منطقها القصوة ناحية ارواح يعني لا بس هو فيه غيرك فعلا عايزهم يعني اذا كنت للدرجات دي شايف انه المسألة وانا بقولك انا عارف ان المسألة صعبة وعارف ان مسألة اسعار الاعلاف بقت مخيفة جدا والمسألة بقت مؤلمة الى ابعد الحدود وده بيأثر على سعر الدواجن بس انت خدت قرار اما انك تطلق الكاتاكيت في الغطان والحقول او انك تقدمها طب اديها لفئات قد تكون لديها هذا الاحتياج يعني حتى لو هي جلدها العظم يا اخي يعني صدقني مش بتكلم معاك بشكل بقى الصوابية وانو احنا مثاليين من مسألة مثالية على الاطلاق انت خدت قرار الاستغناء يعني متبقاش عامل زي واحد يقرر فجأة انو مش عاوز فلوسه فيقرر يرميها من الشباك في المية فما فيش اي حد يستفيد خلاص يعني خدها وديها اللي محتاج صح ولا انا والله بتكلم جا ولا انا ولا انا يعني مش فاهم ولا انا بقول كلام مثلا يبدو مثالي يبدو نوراني مسألة مش كده على الاطلاق بس حقيقي انا مقدرتش استوعب الفعل فلان مستغني عن حاجة نتيجة الضغط ما بقولش انه مفيش ضغط اديها اللي يستحق برميها ليه او بعدمها ليه ما بعرفش الكلام ده يعني ده احنا كنا زمان بنتريق على مزارعين في امريكا بيرموا مش عارف الالبان ويعدموا البيض وحاجات يعني قللك ما اصلا اسعاره نزلت في الارض فاحنا خدنا قرار مش هنبيع بالسعر ده طب خلاص ما تبيعش بالسعر ده بس اديه لحد تاني محتاج ده بمنتهى البساطة بمنتهى البساطة واظن انه قارات رئيس الوزراء النهاردة يعني وتوجيهاته كانت واضحة جدا لحل هذه الازمة بس وان شاء الله هتلاقي في حلول كمان اكثر جزرية يعني مصر ماشى فيه اطار المزيد من خلق مساحات زراعية بالدورة الصفراء وبالصوية او فول السوية وما الى ذلك دعما لهذه الصناعة بس اللي بتكلم فيه هو المنطق المحض لكن التصرف بهذا القدر من المرارة والقسوة لدرجة ان انا اعدم اكل قد يكون غير محتاجه انا فعلا ما بفهم ايش